أمريكا وروسيا قدنا عدامنا عقوبات فرضت على السودان منذ أكثر من عقدين من الزبان بسبب سلوك نظام البشير الذي ناصب العداء لأكبر قطبين في العالم أمريكا وروسيا وأيضا سياسته تجاه الإسلام السياسي واستضافته لأبرز قادة الحركات المصنفة إرهابية لا سيما زعيم القاعدة السابق أسامة بن لادن كنت أعمل في هيطة الطيران المدني وكنت في قسم باستورد الحاجات من بره فبسبب العقوبات تم تغلصنا لأنك شعب سوداني ما إرهابين ولا يمتن أي علاقة بالإرهاب السودان هو في ظن الأمريكان أصبح هو رائع الإرهاب بطريقة رسمية حيث ترعاه الدولة وتعمل لهم مؤتمرات ويؤتى بغاضة الحركات الإسلامية كلها في السودان سقط البشير وأنهت نضالات الشارع تجربة حكمه ذات الميراث الثقيل ميراث يستشرف معه سودان الدولة المدنية الجديد أفقاً يعيد له سمعته في مد جسور التواصل مع العالم بناء على المصلحة وليس الاستعداء أملاً في إزالة اسمه من قائمة الإرهاب التي حرمته أسباب النهضة والنماء وضع السودان في قائمة الدولة الرائعة للإرهاب والحظر الاقتصادي كان مفروض على السودان الغطاعة الاقتصادي ضرر بشكل متكامل الغطاعة المصرفي أضحى مغلق تماماً ما في تعاملات خارجية بالتالي حتى شريحة المؤتربين أضحى تفتش أو تبحث عن منافذ أخرى خلاف الجهاز المصرفي دعوات متتالية ومناشدات من الدول الإقليمية والمنظومة الدولية لرفع اسم السودان من القائمة السوداء لدعم الإرهاب يرى مطلقوها أن الأسباب التي كانت تقف وراءها قد انتفت بسقوط نظام البشير وبزوغ فجر سودان جديد سعد الدين حسن العربية الخرطوم